السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تطبيق جديد من التطبيقات القانون الثاني لنيوتن على الاتزان الدوراني والحركة الدورانية آلة أتود آلة أتود من الأشكال المهمة جدا اللي دايماً أي متحان لازم تتواجد فيه عبارة عن كتلتين كتلة كبيرة وكتلة صغيرة أم واحد وإم اتنين طيب نحدد اتجاه الحركة ونحدد اتجاه الدوران اللي هو يا أستاذي عندي هنا بيكون الكتلة الأكبر طبعاً بتسكت لأسفل والكتلة الأعلى بتحرك اللي هو الكتلة الصغيرة تحرك الأعلى فيكون الدوران كامل مع عقارب السعة. الآن هنطبق القانون الثاني لنيوتن اللي هو التاو هتساوي التاو نت هتساوي الآي في الألفا. التاو نت هيتساوي يا أستاذي سالب تاو واحد في R sin theta زائد تاو اتنين في R sin theta طيب ليه أستاذ تاو واحد بالسالب وليه تاو اتنين بالموجب هقولنا إن مع عقارب الساعة بيكون سالب طبعاً هنا محور الدوران فتاو اتنين هتدور هكذا يبقى إشارة موجبة وتاو واحد هتدور نحو محور الدوران هتبقى إشارة سالبة طيب الآن هيتساوي سالب نص اللي هو ال i اللي هو عزم الكسور الزائد نص Mb R تربيع اللي هي كتلة آلة أتود AY على R اللي هي الألف طبعاً القانون الثاني لنيوتن بنطبقه اللي هو عبارة عن Mg ناقص T واحد يعني إذن أي جسم مثلاً T واحد هنا هنا في Mg و T يعني محصلة القوة هنا اللي هي تساوي يا أستاذ ال AY M1A بتساوي T لو نزل لأسفل يبقى M1g ناقص T طب ودي طالع الأعلى يبقى T2 ناقص A M2G يبقى حسب المعطيات اللي موجودة قدامي بنطبق القانون الثاني A لنيوتن طيب نرجع لمعادلة أتود بنعوض عن A T كل واحد نعوض عن T1 و T A A 2 بعد كده عند أستاذ هنا بقى T1 بتساوي نص M B A Y وارجع أقول له القانون الثاني لنيوتن M1G ناقص T1 هتساوي M1 A Y M2G زائد T2 بتساوي M2 A Y ليه يا أستاذ اختلفهم؟ لأن احنا اتفقنا قلنا إن هنا F NET M M2 A Y بتساوي M1 G اللي هي M1 M1 A Y بتساوي M1 G ناقص T أما هنا لأنها طالع الأعلى هتساوي T2 ناقص M2G لذلك هنا لذلك هنا في إشارة سالبة أو هنا الإشارة المجب من الآخر بنجمع كل المعادلات بنجد M1 G ناقص M2 LG هتساوي M1 A Y M1 A Y A Y زايد M2 A Y زايد نص M B A Y إذن أنا ممكن ناخد المطلوب حسب عاوز M1 عاوز M2 عاوز الأكسلراشن اللي هي A Y نجد إن A Y هتساوي M1 ناقص M2 تقسيم M1 زايد M2 زايد نص M B دي اللي هو التصارع اللي هو حساب التصارع للأجسام التي تتحرك في عجلة A طبعا من أكبر أستاذ في التصارع هما الاثنين بيتحركوا بنفس استصارع المثال اللي عندي في الكتاب M1 B3 و M2 B1 B1 B4 والM B بتساوي 2.3 وعند H الارتفاع عاوز التصارع القانون عند A Y هيساوي M1 زايد M2 على M1 زايد M2 زايد M2 في الجي إذن نطرح 3 M1 ناقص 1.4 M2 على نفس الكتل هيطلع ليا التصارع اللي هو سالب 2.8 يعني الاتجاه الحركة بتكون لأسفل ونلتقي بكم مع درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته